كل هذا الضغوط يعني الضغوط عندما تأتي وبشدة والتصعيد من الممكن أن تكون هناك انفراجة خصوصا بتدخل دول كبرى يعني أنا أعلم أن الرئيس بوتين محبط خصوصا بعد زيارة الرئيس الصيني محبط كثيرا لأنه كان يتمنى أو كان يتوقع أن هذه الزيارة ستؤدي بالنتيجة إلى دعم وإلى وجود نظام دولي جديد وإلى دعم من الصين ولكن كانت النتيجة أن هذا الوحش قد أولد مشروعا وهذا المشروع على فكرة يعني حتى مشروع السلام الصيني لم يجري الحديث لم تأخذه الدول الأوروبا بشكل جدي لأنه ما زالت بعض النقاط وبعض القضايا غير مفهومة ومبهمة ولكن وجود هذا المشروع أحسن يعني أفضل من عدم وجود شيء لذلك نعتقد أنه هذا المشروع إذا تم العمل عليه وتطويره برؤية أوروبية ورؤية صينية من الممكن أن يؤدي نتائج يعني الصين هنا دورها كمثل دور سائل التبريد في المحركات المحترقة لأن بوتين الآن يعني خصوصا بعد خسارته لقطاع الغاز لقطاع الطاقة في أوروبا وهذا القطاع سوف لن يعود بسهولة إلى العمل مع الروس يعني وجدت البدائل وهذه البدائل تكون بشكل مستدام وبشكل يعني تقريبا حتى عشر أو خمس طاع السنة قادمة أو عشر سنة قادمة هذه البدائل سيتم العمل عليها لذلك ليست هناك عودة متوقعة حتى لو تم السلام إلى قطاع الطاقة الروسي الروس فقدوا أشياء مهمة مقابل هذه المقاطعات التي احتلوها من أوكرانيا وفي نفس الوقت هناك عدم شرعية دولية جميع الدول اليوم في الأمم المتحدة في مجلس الأمن كلها تدين هذا الغزوء الروسي لدولة عضو في الأمم المتحدة ودولة ذات سيادة لذلك أعتقد أن الروس حسابات روسيا تكون فعلا هي خسارة كبيرة ولكن تحاول أن تقلل من الخسائر بإظهار الروس كقوة مناسبة وأنها تمكنت من فعل شيء على الأرض على مستوى الدولي وأنها تدافع عن أراضيها وعن وجودها وعن تهديدات محتملة من قبل حلف الناتو وحقيقة أن حلف الناتو لم يكن يشكل أي تهديد حقيقة على روسيا يعني روسيا في أضعف حالاتها في التسعينات عندما تفكك الاتحاد السوفيتي لم يحاول حلف الناتو استغلال هذا التفكك واستغلال غزو روسيا ثقافيا أو حتى اقتصاديا يعني روسيا حافظت على كيانها ولكن هذه أحلام العودة وأحلام الامبراطوريات التي لا تنتهي بصرات اشتركوا في القناة